تريد أن تتعجبك الحنة و تريدها في الدك و تخرج لك صفر و لا تتصاق لك في الدك اليوم احتجت لك السير من أسرار النقاشة عرفتوا البنات السير خطير 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 والله العادي قاعد النقاشات سمحوا لي أنني سأكشف السير ديالهم حيث دروري دروري ما نعطي الوصافة خاصة نعطي احتى الأسرار ديال أي حاجة نعرفها من اليوم عمرك ما غا تستغني على هذه الحنة هذه الديما غا تكون في الدك والديما غا تكمدي بها اي الدك و كما نقول لكم ديما البنات الحنة التي نعطيكم او لا هذه الحنة التي كانت صيبة البنات ديما تكون علاج و تكون زينة يعني تعالج لك البرودة و تمسلك البرودة من اليديك و تحييط لك حتى الكزيمة إلا تعدك في اليديك يعني هي طبيعية 100% بالمكونات التي سنفعله يعني شيء مفضل بالسافة مهم يريد أن تبعوا معي البنات اللي يرحم لكم الوالدين بشيء معي دقة بدقة و أريد أن نقول لكم البنات حسبي الله و نعمل الواكيل في صحابة الفيسبوك و نعمل الواكيل في صحابة الفيسبوك الذي نضرب عليه و سوف نظهر في الأخير لكي يشدوا لي المتتابعين ولكن الحمد لله المتتابعين تابعيني فيما أنا مشيت أنا مزوجة فيكم البنات لكي يشدوا لي الفيديو هاتي و يضعوهم في الباش لهم على أساس أنا و لا يجاوبوكم لكي يشدوا تعليقات لفل خاص لفل أي شيء نجاوب أي وحدة خلت لي شيء ميساج أو تساؤل أو وصفة بغاية أو أي شيء سوف نجاوب المتتابعين هذا خير و دليل لأنه لديكم فيسبوك الذي تدخلوا لهم لا يجاوبوكم لا يجاوبوكم نهائيا مهم بالتعجزة لحينة لديهم أصحاب علي و أصحاب تطوير أصحاب أن أصحاب تابعيني سوف نحن المتابعين من البرودة أو من الرجلين و أصحاب و أصحاب أصحاب الكاركادية كاركادية كاركادية أصحاب و أصحاب كما قلت لكم هذه الحنة التي نصيب معكم ستزينة ودواء ستزين لك الليديك و تجعل منظر المنظر الذي هو الزوين بالنسبة لك عشقه الحنة هنا الحنة لديها 1.5 حمضة حمضة كاملة استعملوا حمضة كاملة لا يوجد جلدها بحلقية كما تزينها سوف نزيد 1.5 طوبة السكر سانية هنا الملاد كما قلت لكم انها رهدواء الزعت الراهدواء الكركادية رهدواء القرن في الراهدواء الحمض رهدواء يعني كل شيء غير سكر اللي درنا يزيد اعطينا 1 لون لزوين في الدين ويبقى ثابت لمدة طويلة ويبقى ثابتة لمدة طويلة تقريبا أسبوعين يعني جوش أسابيع يعني جوش سيمانات كسبقا لكم في اليد ديالكم مهم هنا يا البنات خليتها تغلي ضروري يا البنات متسدوا عليها وغطيوها وخليوها تغلي ولمدة 10 دقيق حتى كتطلق دوك الفوائد ديولة كامل ديال زعصار ديال كورنفال ديال كركادية كل شيء يطلق في بعضياته هنا غضي ندير المقدار أو المقياس ديال الحنة البنات لو أريد أن تدري القياس ديالي يطلق يطلق ديال القياس ديالي يطلق على حسب شوفينتي شنو شحال سوف تدري القياس سوف نأخذ الماء ديال اللي كانت تغليت كما كتشوفوها أقل مبقى كيف ما دردك الكاس وغادي نصفيه وغادي نخلط به الحنة ديالي وغادي نكوب كل شف دقة غادي نكوب شوية ونخلط نكوب شوية حتى غادي نحصل على واحد العجين مويمة البنات في الطريقة لتخلط عفاكم بغايتكم تركزوا معايا حتى باش تخرج لكم الحنة حمرة راكيني البنات اللي كيشدوا الحنة او العيالات كيشدوا الحنة غيك يخلطوها صافي ويبغوا يديروها ما كتخرش لهم هيادي كتخرش لهم صفراء ما كتخرج لهم دياليالي ديالهم بساف غي واحد المدة وصافي وكتحييدي وحد يومين قاعي لكترس وكتطير ما كتبقاش هاد الحنة البنات راكتبق في اللي تقرونه لمدة اسبوعين وكتبق راحتك تكحال بالنسبة للبنات اللي كيبغيوها تبقى تكحال راهيها هادي البنات مويم هنا غا نخلط زلتو حت شوية كيما كتشوفو هانتوما وكننخلط مزيين 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 وغادي نوريكم البنات السر اللي غا يخلي لكم الحنة تبقى لكم مدة طويلة في يديكم طروري البنات ما تستعملوها طريقة ديالي غادي نوريكم مهم هانتوما شوفو بعدها كيفاش هاكا يعني تقيلة وغادي نوريكم دابا هادو والسر طروري ما تديرو غادي ناخد الماء اللي بقالية ديال ديال هاداك الخالط كل شي اللي خلط يعني ديال زعتارو القرنفالو ديال الكركادية شوفو البنات ما كهذا نهضر بالزربة باش نوصل لكم كل شي وننزلكم حي احد شئ هاداك شوية قريبا احد المعالقة ديال ديال الماء غادي ندير فيه اه طوبة ديالس سكر هاد طوبة هادية الابنات ايلا ما عندكم ديروا ثلاثة معالقة ديال الساندة هاد شو هادا اللي ما عندش دير ثلاثة معالقة ديال الساندة ونخليها حتى كددوب وهدا الخالطة هادا البنات غادي تقالي غادي تقيل بحل سيرو سوف نضيفها حتى نضيف السكر مع المال وهذا هو السر البنات وهذه خطوة أساسية للبنات إذا أردت لكم مدة طويلة سوف نحرك حتى نضيف السكر جيد وكان نضيف السكر جيدا ونضيف السكر ونضيف السكر فنضيف السكر اشنو غادي ندير ملي غادي نفترضو يعني اهم ما باتوا بجوج غادي ناخد هاد سيرو هادا غلقها تقل من هاكاي غلقها تقيل تقيل كتر من هاكاي شو دابا هكا تقيل وغادي نخلي هباس غايتقال لي اكثر غادي ناخد هاد سيرو هادا هذا هو اللي اخلط به الحنة يعني الحنة اللي قطتناه بالمسوس دابا اخيطهوها بهاد مكتنى بالحنة تخرج لينا حمره و اصنعح اليها حمره و اصنعح اليها في شئ يجبنين عليك هاد الونا سيفهموني ما كان حدر و اخلطه اي جمزي وهو اشوفه كيفا سيفولك سوف تقول لك بحلقة جبد معي بحل الاسيك منزل خاصة شوية سوف نزيد كما قلت لكم ما درها هو السر هذا هو السر اللي يجعل الحنة مهم ضروري من هذه العملية هذي لابغيتوش حاجات تكون زوينة بثاف وما تبقاش لكم الحنة تصفر لكم فيديكم حتاش كياني بثاف تعال الناس كتصفر لهم الحنة فيديو ممكن تقول لكم لا رحنة يدي مسمومين يعني الحنة اللي ما بغاش تحمار لي رحنة يدي مسمومين لا رغي الحنة اللي ما معارشيش كيف تخلطيها تعالج لك الليدين ديالك يعني بحلقة طريقة قادرة كتحييد لك البرودة من الليدين وكتحييد لك تعالج لك الفطريات اللي كانوا عندك يعني هما هما الكزيمة باللغة المغربية مهم البنت صافي هيا الحنة ديالي واجدة موجودة سيتأخذها يمت نقش بها يمتر بقي بها ايديك وغادي تشوفها يعني شي حاجة زوينة بثاف سيجربوها وردو علي الخبار ولكومنتين تقدرو تخليوها يعني غين الساعة تعطيكم اللون وبصحة ورحل من المن